ولكن يبقى اسم تي بي مازامبي واحد من عمال قتقارة حتى لو تراجع وما نعرفش برضو هيظهر في النسخة دي ازاي لو حصل وقرب مننا او لو حصل وبقى في مواجهة محتملة اكيد طبعا هنفرد مساحة تي بي مازامبي الوداد وانيامبا الناجيري نفس الكلام اللي تقال على مازامبي ممكن يتقال كمان على انيامبا لحد ما الاهلي يعني قصر شوكة انيامبا اللي كان قبل 2003 او قبل 2004 انيامبا كان قاعد اكتر من حوالي 40 ماتش ما بيخسرش على ملعبه في افريقيا الحد هدف عمال متعب في انيامبا في اول اهداف بطولة 2005 الشهيرة اللي كانت بدأت سيطارة الاهل اللي بعدها على البطولات الوانطو الجميل اللي كان ما بين متعب وبطريكا كان على ملعب المطرة والاجواء وشايف فاكرين برضو ملعب انيامبا كانت عاملة ازاي انيامبا ناجيري كان بطل نسختين واربعب فكرة عودة انيامبا من جديد للمشاركة في بطولات افريقيا وبطولة كبيرة زي السوبرليج نفس الكلام اللي كمان زي ما قلت الحرارك بيتقال على ما زينبي اللي اتنين فرق كانت عندهم هوية زمان كان عندهم اسلوب معين او اسلوب واضح وصريح ومشروع كان معمول دلوقتي بيحاولوا يعني بيتحسسوا خطوات العودة من جديد سواء ما زينبي او حتى انيامبا انيامبا بيصدم بالوداد الوداد بطل اخر النسخة اللي قبل الاخيرة واصل فاينل النسخة الاخيرة قدام الاهلي وصيف الاخير في نفس الوقت عنده عدد كبير من اللعيبة اللي عندهم الخبرات الكبيرة في افريقيا واللي بيجعرفوا يتعاملوا مع ماتشاط زي دي فريق كسب سونداونز او تأهل على حساب سونداونز اللي هو دلوقتي يعتبر الناس شايفين من الفرق اللي غير شمال افريقيا اللي مش عربية هو اقوى فريق في الفرق اللي اجانب في افريقيا الفريق اللي شايفين عنده اسلوب وعنده ملامح وعنده مدير فني وعنده مشروع واضح وصريح سواء من اللعبة الشباب أو من السكاوتينج اللي عندهم في النادي أو اللعبة اللي عندهم خبرات في الفريق أو حتى صفقات الفريق اللي بيجيبوها من برى أفريقيا بشكل عام اللعبة اللي بتيجي من أمريكا الجنوبية أو اللعب الأوروبيين التقطي سون داونز واللعب مع الأهلي كان مختلف عن اللي انت هتيجي تلعب إن ينبا المباراة اللي كانت داومسanın كانت مختلف تماما نفس الكلام اللي يكون قدام إن ينبا قدام الأهل احنا ملعبناش كورة قدامهم لما روحنا لعبنا هناك معكماش عارفين نلعب من تضيع الوقت بس خبرات لعبة الأهل قدرت أنها تحسم المباراة لكن المباراة نفسها سواء إن ينبل لفاز أو الوداد فهو هيكون منافس قوي في سن فائدة أنت أجمالا مهوما يعني لتكامع عندها المغربية الأهلي تقريبا متفوق عندها المغربية الأنضاء تنساء في العشر السنين الأخيرة بمنتهى السهولة دي حقيقة يعني باستثناء النهائي اللي تخطف من هنا ده تخطف بكل تحمل الكلام بالمعنى في ظروف غمضة غمضة هنا وفي المغرب يعني غير كده نحضر باركان واخد منه سوبر رجع واخد منه سوبر ومطلعه مرتين من بطولة دوري أبطال الوداد مطلعه من سامي فاينل بطولة كاسبان رياح جاي